في مقال مقتضب لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية حمل عنوان قريبا الكاظمي في البيت الابيض سلط فيه الضوء على زيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الاميركية الزيارة التي كثرت حولها التأويلات والتحليلات والتنبؤات والاقاويل معلومات خاصة لمركز الروابط بحسب المقال اكدت ان موعد الزيارة حدد بيومي العشرين والواحد والعشرين من شهر ابل الحالي والتي لم تمنعها حتى الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كورونا التي تعصف بالبلدين العراق والولايات المتحدة فضلا عن تصاعد حدة الجدل الدائر حول اجراء الانتخابات الاميركية في موعدها او تأجيلها وبالرغم من ذلك الا ان مقال مركز الروابط اشار الى ان تحديد موعد الزيارة وعدم تأجيلها او الغائها يعني ان العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل الادارة الاميركية وان امن واستقرار العراق يأتي في سلم اولوية واشنطن واعتبر هذه الزيارة دليلا على ان الولايات المتحدة الاميركية لا تنظر الى العراق من زاوية ظاهرة صواريخ الكاتيوشا التي لي تهاون مصطفى الكاظمي في التعامل معها بكل حزم وقوة لاظهار ان العراق قادر على فرض سيادته وهيبته على الجميع وان هذه الزيارة ايضا دليل على ان مصطفى الكاظمي محل ترحيب واشادة من قبل البيت الابيض مصادر خاصة للروابط اكدت ان قطار الكاظمي يسير بخطا متوازنة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه كاشفة عن تفاصيل لقاء الكاظمي المرتقب مع ترامب والذي سيبحث القضايا المشتركة بين البلدين كاتفاقية الاطار الاستراتيجي واعادة انتشار القوات الاميركية في العراق والتصدي الحازم للتنظيم داعش الارهابي والازمة المالية في العراق نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا وخلص مقال الروابط الى القول ان تحديد موعد الزيارة دليل على ان الولايات المتحدة معنية بتقديم كل الدعم للعراق ودليل ايضا على تعامل واشنطن مع مصطفى الكاظمي كرجل دولة يسعى بكل جد لانقاذ العراق من ازماته التي حلت به والعودة به الى الخارطة السياسية كدولة مؤثرة وفائلة في بيئتها العربية والاقليمية والدولية كونه اي الكاظمي قادر على ذلك بما يمتلكه من مؤهلات قيادية وضمير وطني لكنه بحاجة الى من يقف الى جانبه على المستويين الداخلي والخارجي في تحقيق ذلك